اشتركوا في القناة ويجاند استوفت الحركة شروطا محددة بما في ذلك احترام حقوق الانسان ووصول موظفي الاغاثة دون قيود ويجاند كذا انه لم يتضح بعد ما اذا كان الطالبان قادرة على الحكم بشكل فعال لكنه اشار الى ان تشكيل حكومة انتقالية شاملة ممثلة للجميع ستكون احدى اهم الشروط الاساسية للاتحاد لاقامة علاقات رسمية مع طالبان وقال ويجاند لاعضاء البرلمان الاوروبي في بروكسل ان الشروط الاخرى للاعتراف بطالبان هي السماح بحرية خروج الافغان الراغبين في مغادرة البلاد والاهجام عن الانتقال ممن عاملوا مع القوى الاجنبية او الحكومة السابقة والحيلول دون ان تصبح افغانستان ملاذا للارهابيين المسؤول الاوروبي اشار ايضا الى ان خطة المفوضية الاوروبية لتأمين 300 مليون يورو في 2021 و2022 سوف تدعم اعادة التوطين والسماح بالدخول لاعتبارات انسانية من اجل اعادة توطين حوالي 30 الف شخص ورغم مرور اكثر من اسبوعين على سيطرة حركة الطالبان على العاصمة الافغانية كابول وانتهاء الانسحاب الامريكي وكافة القوات الدولية من البلاد لم تعلن طالبان حتى الان عن تشكيل حكومة او تكشف عن الكيفية التي تعتزم الحكم بها